معنا من باريس ألبير فرحات الخبير الاستراتيجي صباح الخير سيدة ألبير مرحبا بك معنا كيف تقرأ خارطة المعارك على الأرض وعلى ماذا تؤشر برأيك يعني بعد صباح الخير تحول المعارك خلال الأيام السلاسة الماضية يتركز أساسا على شرق أوكرانيا في البداية وكما ذكرت لديكم سابقا الهدف الذي تقوم به القوات الروسية حاليا عزل أوكرانيا عن كل محيطها وخاصة الأوروبي وعلى البحر مدير المخابرات الأوكراني يخشى أن تتحول القضية الأوكرانية لما عرفته الكوريتان الشمالية والجنوبية أي هناك انقصام استراتيجي من خلال الدعم الروسي وأيضا انقصام داخلي فيما يتعلق بالسياسة المتبعة من الرئيس الأوكراني من خلال سماعه للأوروبيين والولايات المتحدة وهذا ما شهدناه بعد زيارة بايدون إلى المنطقة وأيضا التصعيد الذي قام به مما دفع بعض الدول بعض الدول الأوروبية وخاصة فرنسا بأن تقول أن لن نذهب في هذا الاتجاه وفي هذا التصعيد وأيضا هناك العديد من الرؤساء الأوروبيين قالوا هدفنا آخر وغير الأهداف التي أتى بها الرئيس الأمريكي للمنطقة أيضا الواقع الواقع يعني من خلال كيفية التعامل الأوروبي مع اللاجئين هنا أيضا تطرع علامات استفهام كبيرة من خلال يعني غربلت من سنستقبل ومن لا نستقبل وبخشية أيضا من أن تكون هناك مجموعات قد عبرت قد عبرت عبر اللاجئين كما حصل مع اللاجئين السوريون في 2014 2015 واستخدمت هذه العناصر في تنظيم عمليات إرهابية على الأراضي الأوروبية وهنا الخوف أكبر أيضا ما سوف تستقبله الولايات المتحدة من خلال إعلان الرئيس الأمريكي بايدون أننا سنستقبل 100 ألف لاجئ أوكراني نعم طيب سيد ألبير يعني قبل قليل كان هناك خبر عاجل على لسان زيلنسكي يقول أن كل المنافذ عملية للدخول لماريوبل مقطوعة ويتهم القوات الروسية بقصف المساعدات الإنسانية وقتل السائقين بداية ما لا همية يعني ماريوبل المعارك يعني طاحنة عمليا في داخل المدينة وفي محيطها يعني ما الغاية الاستراتيجية الآن لماذا يركز الروس على ماريوبل وأيضا كيف يمكن يعني أرشفت أو تأكيد ما يجري عمليا من قصف للمساعدات الإنسانية من استهداف للسائقين للمدنيين ما إلى ذلك من قبل القوات الروسية بحسب تصريحات زيلنسكي تصريحات زيلنسكي جاءت لتؤكد التصريحات الروسية بحد ذاتها حيث روسيا هددت قبل أسبوع من الآن أننا سوف نضرب كل قافلات الشاحنات التي تدخل إلى مناطق ماريوبل أو غيرها من المدن التي توضع تحت الحصار ماريوبل الآن أصبحت حلب السورية هذا يعني بالتشبيه العسكري يعني بحتا لأن لدى لروسيا معطيات ومعلومات أن هذه الشاحنات لم تنقل فقط الماء والحليب بل تنقل أسلحة وباعترافات أمريكية يعني المخابرات البريطانية كانت ذكرت العديد من المعطيات تقول أن هذه المساعدات كانت غطاء من أجل نقل حتى مقاتلين ومرتزقة من أجل يعني أن تقيم وتدعم المقاومة بين قوسين الشعبية الموجودة في بعض المدن المحاصرة يعني الطريقة التي تتعامل فيها القوات الروسية تترك وراءها أرض كمحروقة يعني من أجل إعادة ترتيب وإعمار وإعمار المنطقة حسب جدول وملفات القيادة الروسية لكن منطقة الدونباس وماريو بول تعتبر الحرقة الحلقة الناقصة من أجل إكمال نصف الدائرة إذا أردنا من خلال محاصرة أوكرانيا عن حدودها الخارجية وهنا التركيز أكثر على ما يحدث في ماريو بول والمبادرة الفرنسية التركية اليونانية من أجل إجلاء المحاصرين وهنا إذا تم الاتفاق على إجلاء هؤلاء سوف تكون الساحة جاهزة من أجل الاستلاء التام والكامل من طرف القوات الروسية على هذه المدينة نعم سهلا البير استراتيجية استهداف من خلال القصف الروسي لمخازن أسلحة ومحطات للطاقة هل تنجح برأيك في إضعاف المقاومة الأوكرانية في إضعاف عمليا حتى الإمدادات القادمة إليها عمليا هذا هدف استراتيجي أساسي لإعاقة أي تقدم أوكراني لإعاقة أي حركة مقاومة ذاتية الواقع على الأرض عكس ما نقوله وما تقوله وكالات الأنباء هناك ضراوة كبيرة من طرف القوات الروسية في إحكامها السيطرة على على بعض الأحياء التي تشكل مقاومة وتلاحظ فيها مقاومة لكن الشيء الأهم الذي تريد أن تنجز حاليا القوات الروسية هو شل كل هذه الحركات للمقاومة الذاتية قبل دخول الفترة الصعبة وهي عملية الوحول التي ستواجه أي قوة عسكرية روسية في الانتقال في هذه المناطق سيد ألبير كان هناك حديث مع مراسلين وخصوصا في كيف ومحيط كيف يتحدثون أن القوات الروسية على ما يبدو انسحبت قليلا من محيط كيف لكنها بدأت بالتمركز وكأنها تؤسس لقواعد عسكرية في محيط كيف مما يعني أن بالفعل المعركة ستأخذ وقتا طويلا وحرب الاستنزاف على ما يبدو هي قادمة لنحالة هل تقرأ بالفعل في إعادة التموضع أم هو انسحاب تكتيكي أم ما الذي يجري في محيط المدن تحديدا كيف خاركف وغيرها من المدن المحاصرة كيف كما ذكرت لكم قبل أيام أنها ليست الهدف الأساسي الآن كيف مرحلة كيف تعتبر نقطة ضغط على القيادة الأوكرانية وهذا ما بدأ يحصل فعلا يعني في حديث للرئيس الأوكراني البارحة لأربع صحف روسية معارضة ذكر أنني باستطاعة العودة وقبول بمفهوم الهياد وقبول بالرجوع إلى مذكرة تفاهم 1994 التي تجاوزتها موسكو في 2014 عندما أعلنت انضمام المناطق لها لكن الآن عودة الرئيس الحديث عن فكرة الانحياز يعتبر بداية جيدة للحرب ورسم خطوط نهاية هذه الحرب يعني تقسيم تقسيم أوكرانيا أصبح من الأمور أكثر من واردة وهناك قبول أوكراني وهناك قبول إكراني ضمني بانفصال هذه المناطق لكن حياد حياد وسحب الاستلاح النووي من أوكرانيا هذا يلزم دعم وقبول أوروبي وضمان أمريكية من أجل الوصول إلى هكذا اتفاق من ناحية العسكرية على الأرض الروس مرتاحين جدا على وضعهم والدليل أنهم دخلوا في العديد من المدن ومن ثم عاودوا للانسحاب منها أولا من أجل يعني تقييم المقاومة الداخلية تانيا ضرب خطوط الاتصال من خلال قصف الشاحنات التي تنقل العتاد والأكل والمزوت وغيرها وبالتالي اختيار الخطوط الأساسية من أجل التموقع وتجميع القوات ومخازن القوات الروسية من عتاد ومؤان ونفض لكن إذا رأينا خريطة محيط كييف وخاركوف ولفيب نجد أن القوات الروسية قصفت تقريبا كل مخازن الأسلحة مخازن البترول إلى غير ذلك الآن عمليات إخراج اللاجئين وإخراج السكان والمدنيين هو في صالح القوات الروسية أكثر منه في صالح الأوكرانيين لكن الأيام القادمة وباعتقاده سوف تشهب صعوبة أكثر في المعارك عندما تنتهي القوات الروسية من تركيز عملياتها في الشرق الأوكراني كيف ينعكس كل هذا هذا المشهد على الأرض كيف ينعكس على المفاوضات التي من المفترض أن تتجدد في تركيا بين الطرفين وهل يمكن القول أن هناك شيء قد نضج لهذه المفاوضات أما أن الأمور لم تنضج بعض للتوصل إلى اتفاق ما من خلال هذه المفاوضات حالياً هناك نية أوكرانية بالزهاب نوعاً ما باتجاه روسيا في المفاوضات المسرحية التي قام بها الرئيس الأوكراني أمام بايدون أيضاً كانت ظاهرة أننا لدينا نية بالتوصل إلى اتفاق أو صغرة من أجل الدخول في سير اتفاق لكن أيضاً يريد الأوكران والأوروبيين في هذا الأمر حشر الروسي في بعض المناطق ولهذا السبب تم إبعاد المفاوضات من بولندا إلى تركيا ومن أجل أعطاء دور أكبر للحليف الروسي وهي تركيا بين قوسين كحليف استراتيجي ومن جهة أخرى لقرب الأمور يعني أن نخرج المشاورات إلى خارج نطاق المعركة نوعاً ما ومن أجل أن يكون هناك أدوار أدوار أوروبية وحتى أيضاً أدوار عربية وهنا أقصد تحديداً أي دور قطري في هذا الاتجاه وأعتقد أن نائبة ومستشارة وزير الخارجية الأوكراني في قطر كانت لديها حركة كبيرة من أجل إشراق قطر في أي دور في حل للأزمة الأوكرانية وبدأت حركة بسيطة في هذا الاتجاه وما يحدث اليوم من اجتماعات في الشرق الأوسط مع وزير الخارجية الأمريكي سوف يكون هناك دور وضغط باتجاه إنجاح أول لقاء على الأراضي التركية أشكرك شكرا على كل هذه التفاصيل الخبيل الاستراتيجي البير فرحان كنت معنا من باريس شكرا